اشتركوا في القناة المتحدث الآن هو مفكر وناشط تربوي واجتماعي ومؤلف ومهندس عربي أمريكي حاصل على درجة الماجستير في هندسة البرمجيات من جامعة ميشيغن ديربورن وهو خبير الأتمة في دابليو للتصميم والتنمية والتطوير مسؤول المشاركة الأسرية والاجتماعية في المنطقة التعليمية الخاصة التابعة لمؤسسة حمادة شاعر باللغة الإنجليزية له ثلاثة أعمال منشورة هي الأراجيح المعاكسة أوراق التسلق وألام بالإضافة إلى عام الفنتاز عماجوريا يسمى سفر باريس له كتاب الدولة العربية المنتظرة مشروع الكونفيدرالية المنتظرة للعالم العربي وكتاب إرشاديات وهو 12 تنظرية في تجديد الفكر الديني عند المسلمين شارك في تأسيس العديد من المنظمات غير الربحية كإرشاد ومسلمش والمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والندوة للفكر الحر ومنتدى الحوار الإسلامي واتحاد الإعلام العربي الأمريكي والصالون الثقافي في ليفونيا وغير ذلك كثير فهو واسع النشاطات ومتعدد النشاطات لا يهدأ ولا يستريح هو الصديق العزيز والزميل في المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون وسام شرف الدين فالكلامه لك تفضل نعمتم مساء حضرة الأب بوس موسى سماحة الشيخ محمد الحلبي وجميع الحضور الكريم في الحقيقة قبل أن أبدأ أحببت أن أترك ملاحظة للتسجيل والتاريخ أن يصعب على المثقف والعامل في النشاط الاجتماعي أن يمنع نفسه من أن يحبط لقلة إقبال الجالية والناس بشكل عام للكثير من النشاطات الثقافية ولكن هذا ليس غريبا عندما نطرح هكذا موضوع لأنه التوجه الثقافي الإهتمام الثقافي الأولويات التي يرتبها المهاجر وما يعانيه من ضغوطات الحياة هي جميعها نتيجة من نتائج ما نحن نتكلم عنه اليوم فلا ينبغي أن نستغرب من ذلك وأيضا هذا مما يجعل من الموضوع أكثر إثارة في الحقيقة لأننا لا نتكلم عن تاريخ مضى ومات وإنما نتناوله بشكله الذي يمس واقعنا اليوم فلا أجد نفسي متحدثا عن تاريخ مضى أو قصة طوى عليها الزمن وصفحاته ونسج عليها العنكبوت وخيوطه وإنما أتحدث عن واقع نعيشه وحاضر ورثناه هش الأساس واهن البنيان وزعنا فيه غنائما وقسمت بلادنا فيه كالكعكة في عيد ميلاد ورسمت خرائطنا من غير مشهورتنا وأهديت أراضينا وتراثنا من غير رضانا وفي الحقيقة يعني مثل يقوله السبب التقني البسيط والمختصر المسفيد في نهاية المطاف هو كان بسبب ضعفنا يعني بسبب عدم تفوقنا العسكري لم تنقص هممنا شيء ولكن لم يكن لدينا وذلك لأسباب تاريخية كثيرة لم يكن لدينا شيء من العتاد نقاوم فيه ما دبر لنا بليل كنا ضعفاء سواء كعثمانيين الذين غدت إمبراطوريتهم حسب تعبير قيصر الروس بالرجل الضعيف أو كعرب الذين استنزفهم الحكم العثماني وتركهم عظاما لا تحمل شيئا من لحم جرح حروب منهكين وفلاحين لا يملكون شيئا إلا ما يستطيعون فيه ضفع الضرائب مدن خاوية في الحقيقة تمشي في المدن العربية قل ما تجد هناك شيء من العمران الذي خلفته الدولة العثمانية ونحن الأمة العربية التي طالما كان ديدنها على مقولة عن ترى لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي لم نرضى أن نعيش تحت تلك المعاهدة ولكن لم نسأل عنها لم نكن طرفا فيها كما تفضل الأب ولم ندعى إلى مائدتها وإنما أقرت لنا وفرضت علينا وطبقت بالسيف والنار ولم يكن لنا حتى رأي فيها يعني الشكيب أرسلان جمع وفد وذهب ليحاول أن مثل بولو بأميركا يعني يحاول أن يؤثر على الرأي السياسي فيلتقي بهؤلاء السياسيين في الفندق وفي المطاعم لأنه غير مسموح له أن يكون في أي من الاجتماعات معاهدة لوزان بالنسبة لمنطقتنا العربية لأنها معاهدة طويلة وكبيرة وتضم الكثير من البنود وتغطي الكثير من المناطق ولكن إذا تناولنا آثارها على منطقتنا العربية بالذات فهي في الواقع شرعنا لاتفاقية سايكيس بيكو وبالإضافة إلى ذلك أسوأ من شرعنا لاتفاقية سايكيس بيكو كما تفضل الأب موسى أنه تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الوطن العربي وضمت إلى تركيا بعد هذا الاتفاق في الحقيقة هي حوالي مثل ما ذكر من غير لواء اسكندرون حوالي 20 ألف كيلومتر مربع ضعف مساحة لبنان وهذا كان استرضاء للأتراك الذين تنازلوا عن العرب مقابل تحصيل سيادتهم على تلك الأرض على أرض الأناضول وشرق تراقية فالسايكيس بيكو في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أنها اتفاقية بقدر ما هي مؤامرة لأنها كانت اتفاق سري ما بين البريطانيين والفرنسيين والروس وثم الطليان لاحقا لتقسيم المشرق العربي كتركة الدولة العثمانية كشفتها الثورة البلشفية عام 1917 يعني لو لا كشف الثورة البلشفية لها نعم ما كان حدا سمع فيها يعني ما كنا عرفنا بتلك المؤامرة وكانوا ضحكوا علينا تحت مسميات أخرى لأسبابها ولكن الثورة البلشفية فضحتها في تلك السنة وأخذت حوالي سنة لوصلت لمسمع العرب وهم على أطراف دمشق في الثورة العربية مما جعل الملك فيصل يعاود التفاوض مع إبراهيم باشا السفاح الذي رفض أي تنازلات للعرب في ذلك الوقت وأصر على الحرب على كل حال فهي معاهدة لوزان هي الاتفاقية الرسمية التي شرعنت مؤامرة سايكي سبيكو سايكي سبيكو كما تعلمون اجتماع خاص يقول لجون بير اللي كتب كتاب رائع جدا حول تقسيم المنطقة أو تفاقي سايكي سبيكو يقول تعجبت من من حضر اجتماعات التفاوض حول سايكي سبيكو والتقسيم لأنه لم يكن هناك علماء تاريخ أو اجتماع إنما كان هناك يعني ممثلين من سايكي سبيكو وما ليسوا حتى رفيعي المستوى في وزارات الخارجية البريطانية والفرنسية يعني لهذه الدرجة كان هناك استصغار للأمة العربية بحيث أنه لم يكن موضوعا حتى مهما بالنسبة للوزارات الخارجية البريطانية والفرنسية وكان حاضرا في ذلك الاجتماع الرئيس البرجين الانجلو برجين بتروليوم شركة البترول الفارسية الإنجليزية لماذا؟ لأنه كما ذكر الأب موسى أنه وجود النفط في كاركوك طبعا قبل اكتشاف النفط في بقية أنحاء المنطقة وتغير العالم للاعتماد على الثورة النفطية جعل بريطانيا تشعر بأولوية ذلك في مصالحها فهم بالحقيقة كان عندهم أولوية اقتصادية وهي مد أنبوب البترول من كاركوك إلى حيفا ولذلك كان الخريطة ببساطة قالوا دروعا لين من أول حرف في حيفا إلى آخر حرف في كاركوك فرسم هذا الخط وكان جنوبه لبريطانيا وشماله لفرنسا ثم طبعا عدلت كذا مرة لأسباب مختلفة تلك الاتفاقية كما ذكر الأبونا فتنازلت فيما بعد فرنسا عن الموصل وضمت للعراق مقابل 25% من حصة النفط وتنازلت عن حقها في فلسطين حيث فلسطين يعني جنوب سوريا كانت تسمى في ذلك الوقت كانت منطقة تفق على أنها تكون منطقة دولية طبعا بين القوسين معنى دولية ولكن تنازلت عن حقها في فلسطين مقابل أن تتنازل بريطانيا عن وعودها للعرب بدولة في سوريا طبعا فيما بعد في الثلاثينات هناك كان حرب باردة ما بين البريطانيين والفرنسيين فكان الفرنسيون يدعمون الحركة الصهيونية سرا ويمدوها بالأسلحة والديناميت لتفجيرات الإرهابية وكانت بريطانيا نوعا ما تغض النظر عن حركة الثوار العرب في سوريا وكانوا في حرب باردة باستخدام نفوذهم في المنطقة على كل حال الشكل الأخير لسايكس بيكو كان اتفاقية لوزان وهو ما نحن عليه اليوم من شرذمة لمنطقة لا يمكن أن تتقسم من الناحية التاريخية والثقافية والاجتماعية واللوجستية والاقتصادية والأمنية ثم تم تقسيم أراضي الأناضول وأرمينيا والشرق تراقية يعني المنطقة التي نعرفها اليوم بتركيا في معاهد السيفر ما هو الفرق بين تقسيم يعني معاهد السيفر وسايكس بيكو يعني الاثنان كان لديهم نفس الأهداف من ناحية الاستعمار حيث قسمت تلك المنطقة التي الآن نسميها بتركيا إلى ثماني دول ثماني مناطق ولكن فشلت سيفر وألغيت وذلك لسبب بسيط السبب أنه السلاح كانت الجيش العثماني لديه عدة ومنظم فعندما بدأت الحركة القومية التركية الحركة الوطنية التركية أسست على يد مصطفى كمال أتاتورك كان لديهم العدة والعتاد لمقاومة الاحتلال في ذلك الوقت وما يسمى بحرب شن حرب الاستقلال وكانوا موفقين فيها بينما العرب لم يكن لديهم العدة والعتاد الثورة العربية كانت تعتمد على بريطانيا وثم عندما حققت بريطانيا ما تريده من دعم للثورة العربية توقف ذلك الدعم ويعني الرمز لما أقوله هو معركة ميسلون حيث أطلق العرب آخر رصاصة لديهم واستشهد يوسف العظم وزير الدفاع للدولة العربية وذلك ممثلا يعني هذا الموقف العربي الذي سوف هو الموقف العربي الذي يوضح موقف العرب تاريخيا من كل تلك المؤامرات ومن اتفاقية ساكسبيكو وغيرها وهو موقف المقاومة حتى الموت يقال أن اتفاقية لوزان من أهم الاتفاقيات في التاريخ العالم وهو الاتفاق الذي أنهى آخر إمبراطورية في الشرق الأوسط والاتفاق الذي شرعنا أيضا التطهير العرقي حيث تم تبادل نصف مليون مدني مسلم في اليونان مع مليون ونصف مسيحي في الأناضول وهو الاتفاق هذا طبعا انتفاق مخزي إنسانيا بل يقال أن هتلر استخدم ذلك التقعيد والشرعنة لذلك التطهير لإجراءات مشابهة لها وهو الاتفاق الذي انتهت على إثره أيضا الخلافة الإسلامية حيث كان إنهاؤها شرطا بريطانيا قبل الدخول في مفاوضات لوزان وهو الاتفاق الذي تنازلت فيه الدولة العثمانية عن ثلاثة أرباع ما كانت قد تبقى منها في مطلع القرن الأهم من ذلك كله أنه الاتفاق الذي أقرت فيه بقايا ما تبقى من الدولة العثمانية أي الحركة يعني وما تحولت إلى الحركة الوطنية التركية أقرت بسايكيس بيكو وباعت العرب كرعاية في الدولة العثمانية سابقا مقابل نيل سيادتها على أراضي الأناضول وشرق تراقية وكما أقرت هذه الاتفاقية بنهاية الدولة العثمانية نعم لو كان للدولة العربية حديثة العهد تحت قيادة الأمير فيصر بن الحسين شيئا من السلاح أو مصدرا له لما كان لسايكيس بيكو أن يكون ولكن كانت معركة ميسلوم مجددا هي الطلقة الأخيرة ثلاثة نقاط أريد أن أشير إليها قبل الانتهاء أولا هناك شائعات كثيرة حول 100 سنة على اتفاقية لوزان ونتائج ذلك وهناك أيضا إشاعات أنها تحتوي على مواد سرية البروفيسور التركي شاغري أرهان ذكر أن هناك خطأ شائع بأن مدة المعاهدة 100 عام وهذا غير صحيح مشيرا أيضا إلى أنه لا يوجد بنود سرية في المعاهدة وإن كان الأمر كذلك لظهرت أمامنا بعد 100 سنة الشائع الأخرى أنه هناك اتفاقية أخرى في لوزان تم رفضها ليس لها علاقة بالمعاهدة كانت تهدف لاستئناف العلاقات الدموماسية بين تركيا والولايات المتحدة لم يكن هذا الشيء كما أن الاتفاقية لأي إشارة بشأن حق تركيا في التنقيب عن النفط والموارد الطبيعية في كثير فيديوهات على اليوتيوب بتلاقي أنه بعد 100 سنة تركيا سوف يكون لها الحق في التنقيب عن الكثير من الموارد الطبيعية فيها كانت ممنوعة منها من قبل وسوف يتفجر الاقتصاد التركي هذا كله من الإشاعات والشائعات غير الصحيحة للأسف الإنترنت عليه من المعلومات الخاطئة أكثر من الصحيحة في معظم الأحيان النقطة الثانية والتي تكلم عنها الأب موسى وأريد أن أؤكد عليها هي الأراضي السورية الضائعة مثل الألم ينسيه الذي هو آلمه فهذه من الآلام العالم العربي هناك طبعا تفاصيل كثيرة حول كيف حدث ذلك بالتآمر هذه التفاصيل مهمة للتعلم من التاريخ الأراضي العربية كانت واضحة من قبل في كل المصادر التاريخية تلك الأراضي واضحة ليس عليها نقاش وهي جزء كانت من الدولة العربية منذ العهد الأموي وكانت موجودة في محادثات مكموهن وكانت موجودة في بروتوكول دمشق الذي 1915 الذي أخرجته الجمعية العربية الفتاة طبعا أنا شخصيا أعتبر أن بروتوكول دمشق هو الوثيقة العربية الأساس والأكثر شرعية في تحديد الدولة العربية لأنها كانت ما قبل تأثير الاستعمار على جميع ما قررناه بعد ذلك بروتوكول دمشق 1915 الذي كان نابع عن شرعية خلقتها خلقها المؤتمر العربي في باريس عام 1913 الذي دعي إليه ممثلين عن الشعوب العربية من كل مكان حتى من الجاليات العربية في المغرب في الغرب وحضرها حتى ممثلين من أمريكا فهي أعتبرها شخصيا أكثر شرعية من جميع الدستير العربية اليوم ولكن على كل حال لأنها كانت تمثل المواطن العربي أكثر من أي تمثيل من بعد هذه الأراضي أيضا كانت في خارط السايكس بيكو كما ذكر الأب موسى وكانت أيضا جزء من الدولة العربية عندما أعلنت في سنة 1925 وحسب الإحصاء الفرنسي أن الأتراك لم يتجاوزوا العشرين بالمئة في لواء إسكندرون في عام 1921 ففجأة في اتفاقية لوزان أهدى الحلفاء على رأسهم فرنسا مناطق سوريا الشمالية لتركيا هذا من غير إقليم إسكندرون الذي جعلوه لأنه عندما الجنرال جورو من أول ما فعله بعد شهر من معركة ميسالون وسقوط الدولة العربية وعلى فكرة الدولة العربية كان لها ممثلين لأن البرلمان العربي في دمشق كان يمثله جميع النواحي العربية كان منها في تلك المناطق أيضا ومن لواء إسكندرون يكون هناك من يمثله في البرلمان العربي على كل حال جنرال جورو عندما في آغست في آب 1920 قسم سوريا إلى ست ولايات جعل كل ولاية خمسة حلب ودمشق نعم التاريخ بشجون فحسبت أنا معه إقليم إسكندرون على كل حال فكان المشروع هو تقسيم سوريا نعم نعم كان هناك مقاومة شديدة من العرب ضد هذا فكل حال كل المصادر والمستندات التاريخية اجتملت على تلك المناطق التي الآن طبعا كان هناك قصة طويلة كيف حولت فرنسا تلك المنطقة لواء إسكندرون من تحت الإدارة السورية إلى ضمها إلى تركيا في النهاية وكان ذلك مقابل دخول تركيا في تحالف مع بريطانيا وفرنسا لا سيما على مشارف الحرب العالمية الثانية على فكرة الموصل لديها أيضا قصة طويلة ومفصلة في هذا الموضوع الذي كانت هناك صراع تركي عربي وبريطانيا كانت في هي المهندس له حول موضوع الموصل هناك فوارق ثلاث في الموصل أولا النفط ساهم في أن تكون مفارقة الموصل مختلفة الاستعمار البريطاني كانت مقربته للمسألة غير الاستعمار الفرنسي والملك فيصل والدور الذي لعبه للمحافظة على الموصل كان له الدور الأكبر في ذلك على فكرة هناك من الأتراك من يطالب اليوم بالموصل وحلب وغيرها من المناطق النتائج أريد أنهي بهذه النتيجة أولا قلتها في كتاب الدولة العربية المنتظرة وأكررها أن الهوية العربية هوية ثقافية جامعة وعابرة للأعراق واللغات والحدود ومن يريد لها شرا يرفض هذا التعريف ويحفز الهويات الإثنية ضدها فكونوا على حذر عندما سوف نرى ذلك في الإعلام مجددا تطبيق معاهدات الاستعمار التي لم نكن نحن حتى طرفا فيها أو كنا طرفا فيها ولكن تحت تهديد السلاح هي معاهدات قامت على ضعفنا وعلينا عندما تقوم الأمة بنفسها تقوم بثورة علمية وثقافية ومدنية وإنسانية وتبلغ من القوة ما تستطيع فيها أن تراجع ذلك التاريخ وتنفض عنها تلك الأغلال لا يأى الحدود وهذه الاتفاقات ليست قدرا لا يتغير علينا أن نعي أن تلك الخرائط والدول التي رسمت لنا منهما رسمته أيدي الاستعمار ومنه بسبب انتهازيتها لمصالحه الخاصة ومنها ما رسمته أيدي المواطنين أنفسهم يعني هناك دول رسمت هي خرائطها وهي حددت مصيرها وهناك دول حدد مصيرها أناس آخرون مصيرها أناس آخرون تلك الخطوط على الخرائط تغيرها همم الشعوب وأمالها المحفزة بالعمل والجد والاجتهاد المدعومة بالعلم فهي مثلا فهي ألمانيا ترفض التقسيم بعد خمسين عام وتحطم جدار برلين حجرا حجرا وها هو الاتحاد الأوروبي يضع جميع تعقيدات حدوده وتاريخه المليء بالدماء جانبا وينشئ الاتحاد الأوروبي ليسافر المواطن من صباحه إلى مسائه عبر 27 دولي تتحدث 24 لغة بلا تأشيرة كأنه في وطن واحد كبير وهي مثلا طنجة تعود إلى حضن المغرب بعد 44 سنة من الانتداب الأسباني ودولة الإمارات تقوم على أساس ضم مجموعة من الدول من الإمارات تحت دولة واحدة وقد ازدهرت جميعها فإذن إن أردت البقاء على ما أنت عليه من الشرذمة والضعف والسكوت عن حقوقك وعن مطالبتك بتحديد مصيرك فأن الاستعمار لن يبقيك على ما أنت عليه حتى إذا إحنا رضينا بالستاتس كو الاستعمار حتى ما عم يرضى يعني يسعى إلى التقطيع مجددا وحسب مصالحه فهذا هو السودان قد قسم وهناك مشاريع كما ترون دائما محاولات لتقسيم الدول إلى دولات تصبح يعني مستهلك الدول الكبرى مثل تقسيم العراق وسوريا ولبنان وليبيا وإعادة تقسيم اليمن وإلى آخره المهم أن مستقبل المنطقة الأفضل والحفاظ على ما تبقى منها والمطالبة بحقوقها لا ينال بالانعزال والخنوع واليأس من التغيير وتفويض الأمر للفاسدين إنما يحتاج إلى عمل نخبوي سياسي يرافقه تعبأة ثقافية وعمل توعوي شعبي مستمر إن الثورة الأمريكية مثلا التي نزعت الاستبداد الملكي عنها والطبقية الاجتماعية سبقها مئات الكتاب والمحاضرين والمفكرين والثوار الاجتماعيين والثقافيين لن ندرس الثورة الأمريكية تلاقي أنه قبل الثورة الأمريكية كان هناك أفواج وأفواج من الثورات الثقافية في أمريكا يعني مثلا كتاب الكامن سينس تومس بين المنطق السليم لتومس بين هذا الطبع في سنة الاستقلال 1776 هذا الكتاب طبعا هو طبعه مش باسمه باسم وهمي لأنه سوف ينال عقابه من المملكة البريطانية وأيضا طبعه مجانا يعني أي مطبع فيه تطبع وتوزع فوزع بشكل سريع وقرئ بحيث أنه من أكثر الكتب انتشارا في تاريخ الكتب كان المدة التي انتجر فيه مئات آلاف الكتب طبعات في ذلك الوقت خلال أشهر عم تحكي عندما كانت أمريكا مليونين ونصف يعني لم يبقى بيت في أمريكا إلا وقرأ كامن سينس المنطق السليم لتومس بين خلال شهرين من صدوره طبعا هذه ثورة قبل أن تنجح الثورة الأمريكية فمن يشتاء فمتى أسأل يعني سؤال أنهي به كلامي هو متى نحن نتطلع إلى الفكر التنويري في عالمنا العربي لكي نصل إلى مستوى من الوعي نكتب فيه مصيرنا بأيدينا بدل أن نحتفل بذكريات الذين كتبوا لنا مصيرنا بأيديهم من غير حضورنا شكرا